بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأطحى المبارك وتناول اللقاء بحث توافر السلع الغدائية الأساسية ورصيدها الاستراتيجي وتوفير اللحوم بأسعار زهيدة للمواطنين بالإضافة إلى مناقشة المشروع الوطني الخاص بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي كما عرض وزير التموين نتائج تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تم تنفيذها في عشر محافظات ومؤشرات النجاح الخاصة بها كما اطمأنا رئيس الوزراء خلال اللقاء على أرصدة السلع الاستراتيجية وبالأخص القمح حيث أشار وزير التموين إلى توافر القمح حتى منتصف فبراير من عام 2015